السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم يا شباب النهاردة ان شاء الله نتكلم عن الدليل الاسترشادي للكود السعودي للمباني السكنية يبقى احنا اليوم ان شاء الله نتكلم عن الدليل الاسترشادي ده دليل مهم جدا يا خوانا تمام هنبدأ نشتغل منه مهم الجميع المقاولين ده خاص بالكود السعودي للمباني السكنية تمام اللي هو نحفظ مع بعض الرقم SBC 1101 و 1102 SBC سعودي بلدين كود تمام الدليل ده خاص بالمقاولين الدليل ده خوانا نزل او الاصدار الاول منه نزل في مارس 2023 يعني لسه نازل مريب جدا طيب لو احنا دخلنا كده خلنا على القائمة الرئيسية او قائمة المحتويات هتلاقي المتطلبات الادارية متطلبات فحص التربة المخططات لقاحة جهات التفتيش بعد كده دخل على الهيكل الانشائي الهيكل الانشائي عنده رقم واحد مرحلة الحفر رقم اثنين مرحلة الاساسات رقم ثلاثة الميدات او الميد رقم اربعة مرحلة الاعمدة رقم خمسة الاسقف ده في الهيكل تمام الانشائي بعدين راح دخل عندي في الحريق تمام المتطلبات المعمرية ايه هي المساحات القبلة للسكن اتكلم هنا عن النوافذ رقم ثلاثة بعدين اتكلم عن الحمامات اتكلم عن الحمامات ودورات المياه اتكلم عن المتطلبات الانشائية لها بعد كده اتكلم عن متطلبات ترشيد الطاقة وده مهم جدا بالنسبة لنا كمهندسين كهرباء بعدين اتكلم في جوز مهم جدا اللي هو الاضاءة ده مهم جدا عزل الجدران والاسطح نسق النوافذ والابواب تكلم عن النوافذ والابواب بعدين انظمة التهوية والتكييف والتدفئة اللي هي heat ventilation air conditioning heat ventilation air conditioning تكلم عن السخنات المركزية او السخان المركزي بعدين اتكلم عن المسابح والاحواض المستخدمة في الاستحمام او احواض الاستحمام الساخنة المسابح واحواض الاستحمام الساخنة ايه هي المتطلبات الميكانيكية ويتكلم عن الغاز بعدين اتكلم عن الوقود غاز الوقود تمام ويه المتطلبات الكهربية ده مهم جدا بالنسبة لنا كمهندس كهرباء طلبات الكهربائية تمام زي التقريض رقم واحد اثنين التمديدات الكهربية رقم تلاتة المقابس رقم اربعة نكلم عن الاضاءة رقم خمسة الاجهزة الكهربائية رقم ستة المحابس او المسابح واحواض الاستحمام نكلم رقم سبعة عن الدش واحواض الاستحمام في الجوز الكهربائي يبقى احنا هنا هنناقش اخوانا تمام تاني قائمة المحتويات للكود دليل المقاولين متطلبات ادارية متطلبات فحص التربة المخططات لقاحة جهة التفتيش بعد كده دخل على الهيكل الانشائي مرحلة الحفر الاساسات الميدات الاعمدة الاسقف في بعد كده الجزء الخاص بالحريق المتطلبات المعمرية المساحات القابلة للسكن النوافذ الحمامات ودورات المياه المتطلبات الانشائية متطلبات ترشيد الطاقة الإضاءة العزل تمام عزل الجدران والأسطح تكلم عن النوافذ والأبواب وأنظمة التهوية والتكييف والتدفئة اللي هي الاتشفاك السخنات المركزية والسخان المركزي المسابح وأحواض الاستحمام السخنة متطلبات الميكانيكية والغاز بقى كده غاز الوقود متطلبات الكهربية التأريض التمديدات الكهربائية المقابس الإضاءة الأجهزة الكهربائية المسابح وأحواض الاستحمام الدش أو حوض الاستحمام ده كان قائمة المحتويات الخاصة يا أخواننا بالدليل الاسترشادي للكود السعودي للمباني السكنية SBC 1101 و1102 واشوفكم في بيديوهات تانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر